السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى المجزء الرياضي والذين أبدأه البطولة الأسيوية السادسة عشر لكرة اليد يسعى منتخبنا الوطني لكرة اليد للحفاظ على صدارته للمجموعة الأولى من البطولة الأسيوية السادسة عشر والمقام على أرض المملكة وذلك عندما يلتغي بنظيره الإيراني مساء اليوم على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة حيث يسعى منتخبنا لتفادي ملاقات نظيره القطري في الدور النصف النهائي أحد أبرز المرشحين ليني لللغب الأسيوية ونبقى مع أخبار البطولة الأسيوية حيث بعثر المنتخب الإماراتي أوراق البطاقة الثانية المؤهلة للدور النصف النهائي وكأس العالم للمجموعة الثانية تحقيقه فوزا مثيرا على نظيره الكويتي بـ 23 هدفا مقابل 22 وهذه الحسارة أدت لأدخل البطاقة الثانية للمجموعة في حسابات طويلة التعادلات من تخبات الكويت عمان الإمارات واليابان في رصيد ذاته وهو أربع نقاط يتأجل أمر حسم البطاقة الثانية الجولة الأمرستي والأخيرة فيما تمكن المنتخب الغطري من تحقيق فوزه الرابع على التوالي على حساب نظيره العمانية فرقم تألق الحارس العماني في بداية المواجهة إلا أنه لم يستطع الصمود حتى النهاية ليحسم العنابي اللقاء لصالحه بـ 29 هدفا مقابل 13 ليرفع بذلك المنتخب الغطري رصيده إلى ثماني نقاط منفردا في صدارة المجموعة الثانية من جانبه عزز المنتخب الياباني حضوظه من التأهل الدوري قبل النهاي بعد تخطيه المنتخب العراقي بنتيجة 31 هدفا مقابل 22 ليرفع أن رصيده إلى أربع نقاط من هزيمتين وانتصارين يفتتح فريق الحر ممثل كرة القدم البحرينية في الدور التمهيدية المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم مشواره في الاستحقاق الآسيوية التاريخية المتمثل في المشاركة الأولى للكرة البحرينية بهذه المسابقة مساء اليوم عندما يحل ضيفا على فريق شباب الأردن في تمام الساعة السادسة مساء اشتركوا في القناة